وده بقى فعلا أول رجل من المماليك يصعد مباشرة إلى كرسي الحكم في مصر وإن كان البعض بيعتبر أن العصر المملوكي بدأ من شجرة الضر نفسها لأنها أصلا مملوكية لكن هي كلها حكمت سبعين يوم فقط ولم تتجاوز ذلك المهم تولى الملك المعز عز الدين أيبك حكم مصر وبدأت بالفعل شجرة الضر تحكم مصر من ورائه لكن ظن شجرة الضر أو حكمة شجرة الضر لم تكن بالغة عندما قدرت حجم الملك المعز عز الدين أيبك يبدو أنه كان أكثر دهاءا مما تخيلت وأكثر حكمة مما تصورت فبدأ يرتب بهدوء شديد جدا أمور القوة ويجمعها في يديه بدأ يشتري المماليك الخاص به وبدأ يجبع من هنا وهناك من ينتمون له هو شخصيا وليس للمماليك البحرية أو ليس لشجرة الضر طبعا فارس الدين أقطاي وركن الدين بيبرس وعموم المماليك البحرية كانوا يقدرون شجرة الضر تقديرا عظيما لماذا؟ لأنها زوجة الملك الصالح نجم الدين أيوب الذين كانوا يحبونه حبا جمع وكانوا يلقبونه بالأستاذ وكانوا يلقبونه بعد ذلك بزوجة الأستاذ الراحل اللي هو ملك الصالح فبدأ الملك المعز عز الدين أيبك يجمع المماليك ويطلق عليه من المماليك المعزية نسبة له المماليك المعزية نسبة إلى الملك المعز وبدأ في مصر مع مرور الوقت يتكون فريقان المماليك البحرية تسيطر عليه من شجرة الضر والمماليك المعزية يسيطر عليه من ملك المعز عز الدين أيبك بعد أربع شهور من تولي عز الدين أيبك الحكم هجم الأمراء الأيوبيون الشاميون على مصر وصدهم الملك المعز وانتصر عليهم انتصارا كبيرا 648 بردو في نفس السنة الذي تولى فيها ورفع ذلك أسهمه بشدة في داخل مصر لكنه استمر أيضا بهدوء يجمع من المماليك في سنة 651 من الهجرة بعد ثلاث سنوات من بقاء على كرسي الحكم هجم الشاميون مرة ثانية على مصر وانتصر عليهم للمرة ثانية الملك المعز وهذا رفع أيضا أسهمه بشدة في هذه الأثناء فريس الدين أقطاي كان يعامل عز الدين أيبك باحتقار شديد فريس الدين أيبك عقلية عسكرية كبيرة جدا تاريخ مشرف انتصار في المنصورة وانتصار في فرسكور ورئيس الجيش فترة طويلة من الزمن لهما كان كبيرة جدا وعز الدين أيبك هذا شخصيا لم يكن لها أي صوت أو أي ثقل في داخل مصر قبل أن يتزوج من شجرة الدر فالحقد بينهما كان شديد فريس الدين أقطاي كان يبالغ في احتقار الملك المعز عز الدين أيبك حتى أنه كان يناديه باسمه هكذا يا أيبك دون ألقاب دون الملك المعز أو أي ألقاب وهذا كان يثير حفيظة الملك المعز لكنه كان يمهد بهدوء لتولي الأمور في مصر في سنة 952 فكر فريس الدين أقطاي في تدعيم موقفه بصورة أكبر في داخل مصر احنا عارفين عنده تاريخ عسكري مشرف ورئيس الجيش المصري فترات طويلة فكر يزود حاجة مهمة جدا فكر أن يتزوج من أميرة أيوبية إذا كانت قبل كده شجرة در صعدت لكرسي الحكم لأنها كانت زوجة الملك الصالح نجم الدين أيوب فلماذا لا يصعد فريس الدين أقطاي ليتولى حكم مصر لأنه زوج أميرة أيوبية سابق فسعى لهذا الزواج وعلم بهذا الزواج الملك المعز عز الدين أيبك ورأى الملك المعز عز الدين أيبك أن هذا الزواج هو بمثابة محاولة انقلاب عسكري عليه لأنه يعلم أن مقاليد المماليك البحرية كلها في يده في يد هذا الرجل الرئيس الزعيم فريس الدين أقطاي بالإضافة إلى قضية الزواج من أميرة أيوبية لا شك أنه يدبر إلى الوصول إلى الحكم شك الملك المعز في ذلك الأمر فأقام قراره بناء على هذا الشك كما فصلنا قبل ذلك القتل بالشك وبدأ يدبر محاولة لقتل فارس الدين أقطاي رئيس الجيش المصري في ذلك الوقت والفعل نجح الملك المعز في قتل فارس الدين أقطاي في ثلاثة شعبان سنة 652 من الهجرة ليخلوا له الجو تماما في مصر بمجرد أن كتل فارس الدين أقطاي شعر المماليك البحرية بخوف شديد جدا وبدأوا يهربوا من داخل مصر وأول الهاربين كان روكن الدين بيبرس لأنه عارف أنه أول واحد مقصود بعد كده بالقتل كان هيكون هو لأنه الرجل الثاني في المماليك البحرية هرب روكن الدين بيبرس على دمشق واستقبله هناك الملك الناصر يوسف الأيوبي اللي اتكلمنا عليه قبل كده اللي كان يعني يتعامل مع الصليبيين ومع التتار والذي سقطت في عهد حلب ودمشق تحت أقدام التتار فهرب إلى هناك وهرب معه رؤوس المماليك البحرية أو معظم المماليك البحرية إلى فلسطين وإلى الأردن وإلى السورية وإلى تركيا وإلى العراق وإلى أماكن كثيرة في العالم الإسلامي وأصبح الطريق ممهدا لحكم واضح صريح للملك المعز عز الدين أيبك واختفى تماما دور شجرة أدور طبعا الغيرة تأكل قلبها والحقد يسيطر عليها لكن ليس بيدها حيلة لأن معظم المماليك البحرية التي تعتمد عليهم اعتماد كامل هربوا من داخل مصر في سنة 655 من الهجرة فكر الملك المعز عز الدين أيبك في أن يقوي من سلطانه في داخل مصر وذلك بعقد حلف كبير مع أمير الموصل أمير الموصل في ذلك الوقت كان بدر الدين لؤلو وبدر الدين لؤلو كما ذكرناه قبل ذلك كان شخصية غير مستقرة كان مرة مع المسلمين ومرة مع التتر ومرة مع الصليبيين شخصية غير مستقرة وكان الملك المعز عز الدين أيبك يدرك عنه ذلك فأراد أن يوثق هذا التحالف عن طريق عقد غليظ أو عن طريق ميثاق غليظ ما هو هذا الميثاق؟ ميثاق الزواج قرر الملك المعز عز الدين أيبك أن يخطب ابنة بدر الدين لؤلو لتصبح يعني العلاقة قوية مع أمراء المنطقة طبعا من العرف بكلام ده؟ شجرة الدر شجرة الدر عندما علمت بزواج الملك المعز أو بنيته أن يتزوج من بنت بدر الدين لؤلو أكلت الغيرة قلبها أكثر وأكثر ومن ثم فكرت أن تدبر محاولة لقتل الملك المعز كما اعتاد الناس في ذلك الوقت على التغيير بالسيف وقامت بالفعل شجرة الدر بمعاونة بعض المماليك البحرية بمؤامرة وتم قتل الملك المعز عز الدين أيبك في سنة 655 من الهجرة بعد حوالي سبع سنوات من تولير حكم من سنة 648 لسنة 655 لما قتلت شجرة الدر الملك المعز عز الدين أيبك أسرع المماليك المعزية إلى القصر الذي كتل فيه الملك المعز وتم القبض على شجرة الدر وطبعا ما كانش فيه أي حد مساعد أو معاون لها فأقيم عليها الحكم بالقتل ولعل ده أول حكم قتل شرعي في القضية كلها شفنا طبعا قتل فارس الدين أقطاي قبل كده شفنا قتل تورونشا شفنا قتل الملك المعز عز الدين أيبك كل هذه حوادث قتل غير شرعية لكن أول مرة نشوف حادث قتل شرعي لأنها قتلت قصاصا لأنها قتلت الملك المعز دون سبب مقبول شرعا لكن من المؤكد أن الطريقة التي قتلت بها شجرة الدر لم تكن طريقة شرعية مطلقا لأنهم سلموها إلى زوجة الملك المعز عز الدين أيبك الأولى أم نور الدين علي اللي هو كان مفروض يكون ولي الملك المعز لتقتلها بنفسها فقتلتها كما هو معلوم جدا في التاريخ بالقباقيب يعني خلت الجواري بتوعها يقتلوا شجرة الدر في أحد الحمامات بالقباقيب وانتهى أمر شجرة الدر من مصر في سنة 655 من الهجرة وأقيم في حكم مصر نور الدين علي ابن الملك المعز عز الدين أيبك وخلي بالك نور الدين علي ساعتها كان طفل زغير عنده 15 سنة ولا يستطيع أن يحكم البلاد ولذلك وضع الوصية على حكمه من هو الوصي الذي وضع على حكمه هو رأس المماليك المعزية في ذلك الوقت وهو سيف الدين كوتوز ودي أول مرة يظهر اسم البطل الإسلامي المشهور كوتوز في القصة كوتوز هو رأس المماليك المعزية أتى به الملك المعز عز الدين أيبك ليقوي من شأن المماليك المعزية وكان فارسا من أروع الفرسان في تاريخ المسلمين قاطبا من هو كوتوز رحمه الله كوتوز هو محمود ابن ممدود ابن خوارزم سبحان الله يعني بيرجعنا تاني خالص لأول القصة محمود ابن ممدود هذا كان طفل صغير جدا ابن أخت جلال الدين ابن خوارزم تخيل ابن أخت جلال الدين ابن خوارزم لما فرد جلال الدين ابن خوارزم إلى الهند لو تذكرون في بدايات القصة سنة 617 من الهجرة أسر مجموعة من الأطفال منهم كسيف الدين كوتوز والتتار بدأوا يبيعون هؤلاء الأطفال في الأسواق من مكان إلى مكان حتى بيعه بعد ذلك في دمشق إلى أحد الأمراء الأيوبيين ومنه انتقل بعد ذلك إلى مصر ثم وصل في النهاية إلى الملك المعز عز الدين أيبك يعني الذين أتوا بكوتوز رحمه الله من بلاد أفغانستان إلى مصر التتار هم الذين حملوه وذلك مصداقا لقوله سبحانه وتعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون التتار أتوا به إلى مصر لتكون خاتمة التتار ونهاية التتار على يد سيف الدين كوتوز رحمه الله كيف حدث ذلك الأمر وكيف جهز كوتوز رحمه الله المصريين لحرب التتار وكيف كان عقبة التتار على يد هذا البطل العظيم المغوار هذا ما سنعرفه في الحلقات القادمة أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه لي وذلك والقادر عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته